موسيقى توجد بأساسات الحكم لمصلحة الشعب لا لمصلحة ملك أو رئيس أو رئيس وزراء في الدول الحرة التي تتمتع بالعدل والازدهار تقوم الحكومات وتتشكل بمعرفة الشعب لكي تعمل على تأمين وحماية حقوقه الأساسية مثل هذه الحكومات تستمد سلطتها من موافقة المحكمين وليس من وضع اجتماعي أو ثروة أو امتياز من أي نوع وعندما يستخدم القائد سلطة مؤسسات الحكم لتدعيمه هو وعائلته وأصدقائه فهذا انحراف عن الغرض الأساسي لأية حكومة وهو خدمة الشعب فهذا الاستغلال وإساءة استخدام السلطة هو ما يدمر الأمم أما اختيار مؤسسات الحكم من قبل المحكمين فهذا أمر يقف على النقيل من استبداد القادة والزعماء الدينيين كما أنه تماما عكس الفوضى التي تحدث عندما يعمل كل شخص ما يراه صحيحا فالشعوب الحرة في النهاية هي المسؤولة عن شكل مؤسسات الحكم لديهم فواجب تلك الشعوب وحقها أيضا أن تضمن قيام مؤسسات الحكم التي يشكلونها بالغرض الشرعي لوجودها فالشعوب التي تحكم نفسها بموجب قانون الله الأخلاقي والتي تقيم مؤسسات حكم مدنية تستمت سلطتها من موافقة المحكمين هي أكثر الشعوب تمتعا بالحرية على الإطلاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر